لله الحمد تم توزيع عدد كبير من القسائم السكنية للمواطنين خلال فترة وجيزة وهذا الشيء يعتبر من أهم إنجازات مجلس الأمة واللي طبعا لدور كبير في تسريع وتوزيع هذه القسائم والبيوت لكن تحتاج أكيد إلى هذه القسائم إلى بناء بطريقة مرتبة وخصوصا في الوقت الحال الغلازات وبيت العمر هذا شيء مهم بالنسبة لنا كلنا هذا فقعد نشوف بأن هذا الموضوع بدأ شوي يضايق الشباب فحنا حبينا اليوم نفيدكم ونعطيكم بعض الخطط وبعض التكتيكات والتكنيكات مثل ما يقولون لبناء بيت العمر بعد هذا الفاصل نرحب معكم بالمهندس عبداللطيف الأستاذ هو مستشار في المجلس البلدي وأيضا مهندس إنشائي أساك الله أبو الخير أستاذ الله أبو الخير الله يعزك وخليك يا رب وأنا أتمنى لهذه القناة كل رقي إن شاء الله تسلم تسلم حنا اليوم تكلمنا مهندسنا عن بيت العمر خصوصا يعني الشباب اللي طلع على بيت ولا لها الحمد يبي يبني بأفضل بناء وأقل تكلفة إذا قدرنا نقول مع جودة عالية يمكن معادلة صعبة لكن نتمنى اليوم إن شاء الله تسرد لنا هاتش ذي كقصة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الناس شكثرهم ناطرين دورهم نعم وهذا الدور ينتظرونه يمكن يتخطى لاثنعش سنة بس الحمد لله في المجهود اللي قاعدين يعملونه مجلس الأمة نعم بتقليل هذه المدة وأنا أتريه بأن هذه المدة يمكن تصير النص أو أقل جان زين ياريت نعم والحمد لله الآن في إنجاز طيب إن شاء الله طبعا الواحد بعد ما تي القرعة يروح حق القرعة وبعدين أبو ذات الأسكان نعم وبعدين يوصل له في ناس يقول لك والله أنا بيتي اللي حصلته زاوية نعم وواحد يقول لا والله أنا مو زاوية نعم وواحد ماش المهم أهم شي بأنه عندك نعم محل تقعد فيه أن توهلك وتستانس نعم بس بشرط بأنك أنت يعني تختار بعدين الجهة إلا تبني لك بدون أي قش نعم أو يعني إحنا ما نقدر نقول الكل بس في ناس ما يخافون ربهم وفي ناس يخافون ربهم راح يكون حريص ويبحث عن الشركة لازم حريص المقاول المناصم بس إحنا خينقول هالقصة حلو دلش في ناس يروح يقول حق أهله ادعو لي نعم يقول حق عياله حق زوجته يقولهم ادعو لي برو حق القرعة ايه وهم فقارة ناطرين نعم وهم لما تطلع قسيم تاوين بالقرعة على طول وين الدوانية نزين أهلك ناطرينك بشرهم بشرهم وأحمد ربعة ما جاء بيجوا هذين بحرم يتصرهم هاذ صار قالهم آه نسيت شنو نسيت ماكو شي اسمه نسيت إحنا ناطرين وقاعد ندعي لك إنزيل المهم هذه اللي اللي بالدوانية أنا مو كلمة تحذير والنعم فيهم الدواوين بس يقول كثرة اللي يقرقون على رأسي ويستشيرون ويوجهون وكل واحد يصلك مهندس مقاول أيك هذا أبو طلال أبو أحمد إلا قاعدين كانوا بالأول بالدوانية يسلمون عليك من بعيد بس سمعوا بأن طلعت لك القسيمة يدنون يمك يقعدون يمك تبيت هاي قهوة ما تجنوا يدهن لاتنكتين شابون منه واحد يقول لأ أنا علي المقاول أنا بنالي المقاول أنا سوالي تذي أنا وديك المكتب الهندس أنا أقول يزاهم الله خير ما يخالف بس لا تعتمد على كلمة هم لأنه إذا أنت أخذت كلامهم بالنسبة للمقاول في شروط باختيار المقاول وفي شروط اختيار المكتب الهندسي نحن عندنا مكتب هندسي نعم وعندنا شركة مقاولات نعم المكتب الهندسي في جزعين في مكتب هندسي وفي دار الاستشارات الهندسية هذا هو إنجلت نحن تقصد المجلس البلدية؟ لا 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 المكاتب الهندسية للسوي المخطط بشكل عام نعم المكتب الهندسي طير عن الدار نعم بعد الخبرة والسنوات يصير دار استشارات نعم هندسية هذا تقصد بشكل عام نعم نعم إنجل شنو دور المكتب الهندسي مكتب الهندسي وهو اللي يخطط لك البيت ويسوي لك شنو بناء على كلامك اللي أنت تبيه ولازم تنقل المكتب الهندسي المعروف بالجوم المعروف بالأمانة نعم أنت لما يسوي لك هذا طبعا يزاهم الله خير جمعية المهندسيين عندهم أسماء بالمكاتب الهندسية ويقدرون يساعدونك الموثوقة نعم ويساعدونك ويقولونك هذا المكتب زين وهذه الأعمال والخبرة وكل شيء وإن شاء الله ما تحصل إلا الشيء الزين نعم طبعا مكتب الهندسي قبل الذهاب إلى المكتب الهندسي يا أخوان نعم مو على طول تروح المكتب الهندسي وتقعد وتطلع لطلباتك لا اقعد بالبيت مع زوجتك نعم هلو إن زين وكتب الطلبات في ورقة في كل دور وبعدين روح حق المكتب الهندسي وعندك هذه الأعمال ورقة ومعاك زوجتك ترى مو عب صح في ناس يقول لك يا الزوجة بسمع تقعد بالبيت يعني ختح مدربها بسوي لها بيت وآخر شيء بيتها 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 إزين تبعي على كيف إحنا شنقول نقول يجب في هذه الورقة نعم إلا فيها الطلبات طلبات بأن يكتب الزوجة فيها رأي الزوج والزوجة ممتاز وحطوا بالكم ترى الزوجة تعيش داخل المبنى سبعين بالمئة أكثر من الزوج جدا أكيد مملكة بعد الدراسة حلو الآن راح حوزي بالمكتب بعد الدراسة تبين بأن الزوج يهتم بالبيت شنو الواجهة شكل البيت بس بس إحنا نقول رأي الزوجة ورأي الزوجة يخلي من أي مشاكل تحدث بينهم ممتاز وبعدين يروحوا المكتب الهندسي وصلوا يعطونا الورقة يقولوا من حق المهندس الذي هناك نبيك يسوي لنا نفس الطلبات في هذه الورقة نبي مبنى بأنزين وخبرتك ونبي الإشراف إذا الآن طلالت بسرداب شو نسوي البيت ما ينفع سرداب ايه شوف أنا دائما أقول نعم السرداب فكرة السرداب متيت لنا إحنا أكثر الكويتيين بعد القزو إن شاء الله لا ينعاد آمين أكثرهم قال السرداب ساعدنا وكل شيء ما يخالف بس أنت فكر بأن ترى قيمة بناء السرداب تعادل عن قيمة دور ونص حرام إذا ما عندك السرداب حق اليهال حق اليسار عيد ميلاد حق الوناس عندك فلوس عندك فلوس نعم ميزانيتك تكتفي تسوي إذا ما عندك فلوس لا تسوي مو مهم هذا هذا السرداب نعم وبعدين إنت لما يسوي لك المكتب الهندسي لما يسوي لك المخطط وتتفق معه بالإشراف ممتاز بعدين يعتمد من البلدية ممتاز وبعدين إنت شنو عليك تدور على مقاولين هذا المقاول هذا يبيه نطلع فاصل ونرجع لأن المقاول وإنت تلقى مقاول زينا راح مقاولين قبل إن شاء الله نشرح ونبين بعد الفاصل بعد الفاصل مع المهندس عبداللطيف الأستاذ رجعنا لكم مع مهندسنا مهندس هو إنشائي الأستاذ عبداللطيف الأستاذ وهو مستشار في المجلس البلدي المقاول وين حصل المقاول الزين يا أبو هبة عندي هنا نصيحة كيفية اختيار المقاول الزين تصنيف جيم تسوي على الأقل نسختين تتصور وتروح تدور تقدمهم على أكثر من مقاول نعم مثلا أنت قدمت على ثلاث مقاولين وبعدين بتختار يسوهم معاك عقود نعم طبعا أنا من ناحيتي أقول لك لما يسووا لك ثلاث عقود وبعدين بتختار ياريتك بأنك تتصل فيني وإن شاء الله بعدين يعطونكم الرغم التليفون ضروري أقدر أقول نقدر نيعيط الحلقة عساس حتى المشاهدين يسجلون بعد طبعا تتصل فيني تهيني في المجلس البلدي أساعدك في عملية الاختيار ما قسرت ولأن عملية الاختيار لها أسس ممتاز نزين وأنا بخبرتي أعطيكم إياها وإن شاء الله ترى إحنا نبيك توصل ببر الأمان ممتاز بدون أي مشاكل فالمقاول رح يتم التسهيل عن طريقك العقود خلنتوقف عند العقود في نوعين من العقود قول في عقد مصنعية بدون مواد وفي مصنعية مع المواد مصنعية يعني أنت المقاول شغل يدك أنت مع عمالك وبدون مواد أنا يا المالك أيب المواد أو تسوي العقود مصنعية زائد مواد يعني كل شي عليك يا المقاول شذي أنت عارف دربك يا الزوج وضحت ممتاز شذي نكون خلصنا بعد استشارتك باختيار المقاول نقينا المقاول الحين البيت شو أن أقدر أبني بطريقة جودة عالية وتكلفة يعني خلنقول مناسبة إلى ميزانيتي شوف نحن دائما نقول لازم قبل البداية في أي مشروع لازم تتأكد من الميزانية نعم حتى أنت لو تدخل الجمعية تتأكد من ميزانيتك وفلوسك وإحتياجاتي وإحتياجاتك نعم بس إحتياجاتك نعم من الاحتياجات الجدا المهمة لكل شاب الحين بيبدأ بيشوف عيالة اللي حفظهم الشباب على عددهم راح يبني شقق في بيته ما يبيبهذلهم بالأجار ويدورون وين بيت فهذا يعتبر شيء مهم تنصح فيه الآن في البناء تشوف البلدية تساعد مع المواطنين بأن عندك الدور الأرضي والأول والثاني مبين الدور الثاني قاعدين يحاولون بأن يسمحون لك تسوي شقة سامحين فيه إيه إنزين بس إذا بتقول لي والله فيه ناس يبنون أكثر من ثلاثة دوار هذه أنا ما أقدر أجاوبك تروح تسأل البلدية دورين دورين تمام فأنت يعني أستفيد منك هل أنت مع بأن الشاب أو الأسرة على عدد أبناءهم الشباب إذا كثر ما فيهم يبنون شقق لهم سكنية إذا تزوج يوفر الآن الشقق بشم أقل شيء 500 دينار هذا وين هذا الأجار إيه الأجار ماذا لما أنا عندي أولادي وأسكنهم عندي فأضبطهم أضبطهم وهل 500 اللي بيحطها يمحها لما يطلع دوره يستفيد منها ممتاز ممتاز فكلام سليم هذه ونصيحة جميلة الحين خلاص الحين بنائنا الأسود مثل ما يسمون أنصح في عقد الاتفاق أنا دائما أركز على عقد الاتفاق أكثر الناس يوصلون للمحاكم لأن العقود يوصلون للمحاكم عقد الاتفاق ياريتكم بأنكم لا تتفقون للمفتاح للتشطيبات النهائية دعوا العقد على جزعين أول عقد للأسود هيكل أسود مثلا أنت قال لك العمل ينتهي بالأسود أربع شهور هذا عقد بروحها قبل نهاية الأربع شهور بسبوع إذا شفت زين المقاول معاك قول لها بعدين بسوي معاك عقد للمفتاح ممتاز إذا شفت زين تقدر تروح معه واحد ثاني أغير أغير مهندس هل أنت مع الشركات الحالية حالياً في شركات اللي يسمون هذه من المفتاح للمفتاح اللي تروح لبس تقول له أبي أبني بيت تعطيه شنو الشكل اللي تبيه عدد الغرف والتفاصيل هذي يقولك بس انت روح ان شاء الله بعد أشهر معين ويك البيت جاهز وكامل أنا توني قلت لا تتفق للمفتاح ما تنصح أول شيء خالف سامحني سامحني يجرني إلا بالمعارض العقارية المعارض العقارية ترى أكثرهم يسوون بيوت ويقول لك عندنا بيوت جاهزة وعندنا وكل شيء ما يخالف في ناس يقول لك دوخت البناء وكل شيء أبي أشتري جاهز بس تحمل ترى هذا على دوقة ثقير ولا على دوقة لا وبعدين ما أدري شنو التمديدات لما يكون البيت أنا باني وفعلا أنا محتاج مثلا لازم تاخذ قارنتي من الشركة التي تشتري منها تاخذ قارنتي منها بي أبو هبة أنا بحط أحسن شيء كالبيبات التمديدات الأمور هذي كلها تكلف صح فلانت مع الشاب بأنه يعني يوصل إلى مرحلة قروض عالية جدا لكن كأنه يوفر نوع نوع ما إلى المستقبل بأنه يحط أفضل شيء بأسعار غالية لكن ولا يقعد كل شهرين ثلاثة شيء مبطوط وشيء يخترب ما رأيك صح كلامك وأنا دائما أركز على البيوت أنزين التمديدات الصحية والتمديدات الكهربائية مهمة هي أهم شيء يقل عمر المبنى وينهري إذا ما في صيانة دورية على التمديدات الصحية والتمديدات الكهربائية هذه أهم شيء وتنصح هل مثلا لا تقولي شركات معينة ونسوي إعلانات لكن أقصد الصنع مثلا ما الأفضل هل هو المصنوع من إيطالي ألماني ياباني في التمديدات الكهربائية والله التمديدات معروفة الإيطالية والإنجليزية والألمانية هذه معروفة اللي يوفر بحث صيني اللي بالسوق والله يعتمد شنو امتيازات يعني أيضا فيه صيني ممتاز فيه امتيازات ندور على الممتاز والأطلاق ندخل بعد على الصيانة يعني هم الواحد مثلا يقولك أنا بوفر فمثلا ما بيأخذ الصيانة طويلة المدى مثل ما يسمونها فهل أنت مع هذا الموضوع ولا لا أنا أقول كل شغلة أتركبها زين لازم فيه قرانتي نعم حق عملية الصيانة زين يقولك تدفع زيادة على الصيانة ما خالف أدفع ايه ما خالف تدفع بس أهم شي من شنو امتيازات وقوة هذه المادة اللي أنا بشتريها نعم فأشيك على الصيانة وبالعقسة أسجل في عقود الصيانة أني على شيء آخر الآن البيت بننا لكن تفاجئنا بعدين في شرخ معين في بط معين في عيوب صارت شنون أقدر أحل هذه العيوب شوف الشروخ اللي تظهر في نوعين في شرخ خطر وفي شرخ غير خطر هنعرفهم الشرخ الغير خطر اللي اتساع الشرخ حوالي 2 بال10 مليمتر وهذا ما يأثر إلى هذا بسبب الظروف الجوية ظهر هذا اللي ما يقولك خلي البيت يتنفس يقولك بنيت خليه يتنفس طبعا وهذا طبعا يمكن علاجه زين بسهولة بتواجد المهندس الإشراف اللي يعطيك الحلول في عمليات أما الشرخ إذا الخطر إذا الشرخ صار سماكته نص سانتي وفوق طبعا خاصة إذا فيه تسليح داخل إحنا نقول هذا خطر لأنه يفتح مجال لدخول الرطوبة داخل وبعدين يأثر على الحديد ويصير صدق ويتآكل مهندس الإشراف وخاصة إذا مهندس إنشائي وهو يعطيك العلاج لهذا الإشراف هذا همية المهندس الإنشائي حضرتك مهندس إنشائي المهندس المعماري يختلف شنو عنك ومتى احتاج إلى المعماري شوف في عندنا مهندس معماري ومهندس إنشائي نعم مهندس المعماري هو الذي يترجم طلباتك يا المالك في البيت من المساحات وشكل البيت من الداخل والخارج أو ما المهندس الإنشائي هو الذي يعمل جدوى الحديد وحساب الكميات والإشراف على شغل عملية تنفيذ المخطط بحذافيرا يعطيك العافية آخر شيء حبيت تقول رغم تليفونك الذي يريد يتوجه لك الاستشارة تقول لنا طبعا أنا بناء على توصيات رئيس المجلس البلدي الحالي محلهل الخالد وأعضاء مجلس البلدي شادين حالهم في مساعدة المواطنين طبعا أنا أستقبل المواطنين يوم الأحد ويوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا ولتقديم النصائح المجانية نبيكم بس تدعو لي ما بي منكم أنا ولد هالبلد لخدمتكم لخدمة هذا البلد الله يعطيك الصح وياريت تتصلون لعمل موعد الأزيارة على تلفون تسعة ستة تسعة ستة صفر ثلاثة صفر صفر سهل جدا يعطيك العافية الله يبارك لك جدا المهندس الإنشائي عبداللطيف الأستاذ وإضا مستشار في المجلس البلادي رادي لكم بعد الفاصل بإذن الله الله